فشل عملية برخان يمكن أن نقول بأنه إذا كان هناك فشل فإنه فشل أوروبي غربي لأن ما يحدث حاليا في أزمة أوكرانيا وإصرار الدب الروسي على اكتساح كل شيء وتجسيد مطالبه على الأقل استرجاع حانين أو ذكريات الاتحاد السوفياتي وبالتالي فرنسا نجحت في نقل التهديدات الروسية ووجود الفاغنر في إفريقيا لأن الفاغنر متواجد حاليا في ليبيا متواجد في إفريقيا الوسطى متواجد في مالي وهناك حديث عن تواجده في الموزنبق وأونغولا وكلها عواصم للموارد الطاقوية سواء المنجمية أو الأحفورية الغازات والبترول وبالتالي فرنسا من خلال هذه القمة اليوم سوقت لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بأن ما يحدث في كياب في أوكرانيا وإقليم دونباس ودونتس يمكن أن يحدث في مالي ويحدث أكثر من الدول الإفريقية وبالتالي فعولمة الأزمة المالية وإسقاطها على الأزمة الروسية وحتى ما حدث في ليبيا وتأثير الفاغنر في الشرق الليبي وفرضه للكثير من الأمور التي بدأت تظهر على الميدان وبالتالي فعملية برخان هي أعتقد بأنها فيها جانب عسكري بأن حتى فرنسا كذلك نجحت في التحالف مع الجزائر وإقناعها بتمكينها من الأجواء الجزائرية لضحر الإرهابيين والجماعات الإرهابية وبالتالي وحتى كذلك تعاول استخباراتي الذي قالت بأن الجزائر تلسق مع فرنسا والكثير من الدول الأوروبية والعالمية وبالتالي فهذا التواجد الاستراتيجي في المنطقة بغض النظر عن خسارة 54 عسكري فرنسي وبعض الأموال لكن المطالع على احتياطات فرنسا من الدهب فهي في المراتب الأولى عالميا دون أن تملك أي منجم على أراضيها وبالتالي فما تقوم به فرنسا عسكري والذي قد يرى إليه بأنه فشل لكن هناك نقاط ظل كثيرة مثل ما قال الأستاذ هناك المعلن وهناك الخافي وهناك الشركات المتعددة الجنسية اشتركوا في القناة